على مدار السنين الماضية أنفقت الحكومات المتعاقبة ملايين الدولارات في محاولات لم تأتي أكلها لعادة الروح للصناعات العراقية على العكس تماما مما حدث في ساحة التحرير ببغداد حيث استطاعت مبادرة صغيرة كانت بدايتها لمجموعة من الفتيات والشبان من إطلاق حملة لدعم المنتوج المحلي تبلورت واكتملت لتصبح معرضا أقيم اليوم الجمعة في نفق السعدون بعد إن لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الثورة الحقيقية هي الثورة الاقتصادية فحبي أن أطلقنا بالبداية المشروع على التواصل الاجتماعي ولاق رواج فردنا نسويه على أرض الواقع فردنا نوجه هذه المشاعر نحو المنتوج الوطني والله كان تجمع مع الشباب دعموا المنتج العراق البداية تدري على السوشيال ميديا بعدين فكروا أنه يسوون معرض شوان المعرض نقول بساعة التعليل هو بالنفق فخاطبنا أكثر من شركة أكثر من مصنع أكثر من معمل ومن ضمنهم طبعا إحنا أجينا هنا على ساعة التعليل نبين المنتج العراقي للشعب العراقي حملات الترويج للمنتج المحلي أنعشت الصناعة المحلية وباتت تعطي حافزا إيجابيا للصناعيين لزيادة الإنتاج والانفتاح أكبر على السوق ومتطلباتها فتشغيل المعامل والمصانع بطاقة إنتاجية كاملة يزيد الحاجة للأيد العاملة ويساعد في بقاء العملة الصعبة داخل البلاد بحسب مختصين الآن أكرت نفسي من قبل الصناعة يعني عد أمل أنه الصناعة الوطنية رح تأخذ مجره ورح عد أمل أنه المستهلك ينتبه إلى وجود صناعة وطنية وهذا يبحث الأمل بحيث أنه يعزز حتى لو بالبداية ما يربح كثير لكنه رح يكون يأسس إلى صناعة وطنية وهي موجودة أصلا فقط كان يرادلها الدفاع وللأسف مثل ما قلت لك كانوا السياسين معظمهم لم يحققوا واحد من يوم ما حقق الشباب في هذه التظاهرة المبادرة الشبابية التي رفقت التظاهرات السلمية في البلاد أعطت مزيدا من الرسائل الوطنية التي أثارت الرأي العام وجعلت التعاطف معها وقع حال على الأرض كهذه المبادرة التي سهمت في تنشيط الإنتاج المحلي وإعادة الإقبال عليه بحسب مراقبين من بغداد محي الأنصاري أنبسي عراق